نمر على أطلال المعركة ونرى جثث الماليشيات الحوثية تملأ السهول تملأ الأودية هنا في جبهة الكسارة سأكون مع أحد أبطال الجيش الوطني ليحدثنا عن هذه الجثث وعن المعاركة التي تدور هنا في ميمنة جبهة الكسارة نعم هذا هو مصيرهم كل ما حاولت تقدم ماليشيات الحوثية هذه جثثهم الآن شوفوا هنا جثث هنا جثث جثثهم الآن محذفين في كل قوز تلقاهم يحاولوا الوصول إلى ما وقعنا لكن الأبطالهم بالمرصاد هذا مصيرهم فينبغي على الذين لا زالوا تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والذين مع الحوثي أن يعلموا أن هذا مصيرهم هنا في الصحاري لن يسال عليهم أحد الصحاري هذه مقبرتهم لن يجدوا من مارب إلا هذا المصير فعليهم أن يعووا وأن يعقلوا وأن يرجعوا إلى رشدهم هذا المصير الذي ينتظرهم إذا حاولت تقدم باتجاه مواقعنا الأبطالهم هنا بالمرصاد ولن يجدوا إلا الذبح والموت والدمار هذا عن مصير الميليشيات والحوثية الحوثية المتناثرة على امتداد الطرق التي مررنا عليها ماذا عن معنويات الأبطال؟ معنويات الأبطال تناطح السحاب فوق ولن يجدوا العدو إلا الذبح والموت هذه هي أرضنا كيف تسألنا عن المعنويات؟ لن نعطي شبر ولن نتراجع عن شبر من أراضينا كل ما حاول سيكون هذا مصيره نحن الآن نفكر كيف نستعيد صنعة كيف نستعيد صعدة كيف نحررها تسألنا عن المعنويات هذه معنوياتنا نريد أن تقدم إلى تحرير المناطق التي لا زالت تحت سطرتهم إذن كما سأتركنا البورصة لأحد الأبطال ليحدثنا عن المعنويات وعن سير المعركة أيضا المعنويات تناطح السحاب والرجال لهم بالمرصاد حاولوا شذارم هذا الهالك عبد الملك الحوثي أن يتسللون على بعض المواقع وهذا مصيرهم هذا يجدثهم مرمية في رمال مارب وحمران العون متواجدين والرجال متواجدين والمعنويات عالية عالية ولا بات يرجعون إلا جثث هامدة من نزل إبا مارب بيرجع إلا جثث هامدة إن شاء الله وراهم وراهم وأن قد نرجعهم حن نريد صنعة ونرجعهم إلى كهوف مران بإذن الله والنصر قادم إذن على امتداد السهول والأودية هنا في جبهة الكسارة نرى الأفواج الحوثية وهي صريعة بين الرمال إذ أننا كلما مررنا بين هذه الرمال لا نرى سوى هذه الجثث والتي تلخص حال المجاميع الحوثية التي حاولت والتي تشن هجمات على هذه المواقع إلا أنها تذوب شحومها ولحومها بين هذه الرمال من جبهة الكسارة عبدالله البوري سهيل